التقى رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أحمد طهب مع قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية وذلك لمناقشة التعاون في حصول المنشآت الصحية التابعة للكنيسة على اعتماد جهار وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من الإسقع تمهيدا لتقديم خدماتها تحت مضلة التأمين الصحي الشامل وخلال اللقاء ناقشتها أوجه التعاون بين الهيئة والكاتدرائية المرقصية مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل هو المشروع القومي الذي اتبنته الدولة وأولته اهتماما كبيرا حتى يتحقق لكافة المصريين الحصول على خدمات صحية عالية الجودة ومتوافقة مع معايير الرعاية الصحية الدولية وأضف بأنه يعد المضلة الموحدة لجميع قطاعات مقدمي الخدمة الصحية في مصر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة